بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع بعض رحمة النصر من قراتنا بترزينا بإذن الله تعالى من نهاردة طالعين نتكلم في الحدث ان شاء الله عن اي حاجة تخص طائر الروز او الفشر طبعا اللي اتنين طائر واحد بس دي بتكون طفرة ودي بتكون طفرة ازا حبيب الاول بس اتكلم عن العيوب والمميزات طائر الروز بتكون احسن حاجة فيه او اهل حاجة في تربيته انه بيكون شديد المناعة مناعته بتكون عالية جدا مناعة طائر الروز بتكون عالية جدا ان هو يستحمل الامراض وعمره بيكون طويل عن باقي الطيور التانية طيب اللي بالنسبة كشكل او كتربية بيكون تربيته جميلة جدا يعني تربيته جميلة وشكله جميل جدا من احسن الطيور اللي انا ربيتها بعد الكوكتيل يعني بيكون بعد الكوكتيل اه بالنسبة للشكل وبالنسبة للفرخ والكلام ده كله طيب نتكلم عن العيوب العيوب بتاعته يعني ان هو بيكون مسلا صوته انا بحب الصوته ممكن عمدن دي بكون ازواق بس انا صوته مبيعجبنيش. الصوت طائر روز مش بيعجبني. طيب الحاجة التانية الحاجة التانية ان هو رخم جدا في الشغل. تقيل جدا في شغله. وممكن عندي ناس تانية اللي هو اعلم به ان هو ممكن يكون شغل كويس بس انا متى جربت كزا قص في الروز او الفشر كان تقيل جدا في الشغل بتاعه. آآ طيب الحاجة التالتة الحاجة التالتة ان هو دايما رخم وقعد في العش 24 ساعة معه بيد او معه بيد او معه زغليل او معه زغليل طائر خواف وجبان جدا في ان هو قاعد في العش 24 ساعة ما بيخرجش منه. انا كنت بربي ما كنتش بشوفه خالص نهائي ولا حتى كنت بشوفه بيأكل. يعني ان هو مسلا كان ممكن يكون قاعد مسلا في الافس بس اللي انا مسلا اول ما اخش اول مسلا ان هو يسمع صوت كان يجري جري يخش العش. طيب احنا كده الوقت عرفنا العيوب وعرفنا الميوزات. طيب تيجي كلا الكلام مسلا عن سن التزواج بتاعه سن التزواج بتاعه بيتم في خلال العشر شهور. ممكن يكون اعلى او ممكن يكون اقل حاجات بسيطة. بس انا بقول لكم على العمر الافتراضي له. العمر الافتراضي له بيكون عشر شهور لسن تزاوج طائر الرز او الفجر. طيب نتكلم كده على الحاجة التانية بإذن الله تعالى لها الحاجة التانية اللي هو بيحط كم بيضة. يعني هو بيحط كم بيضة. بيحط ما بين الاربع لست بودات. انا برضو بقول لكم على الوضع الافتراضي او الرقم الافتراضي. طائر الرز بيحط ما بين اربع لست بودات وممكن يقله وممكن يزيده وبترجع للتغزية اللي انت بتقدمه للطائر بتاعك. طيب الحضام بتاعه بيعد قد ايه مسلا على البيض? يعني هو بيعد قد ايه على البيض. تقريبا بيعد رقم كبير عن بيضة الطيور التانية. بيعد ما بين الطمانتاشر يوم لحد الستة وعشرين يوم كحد اقصى بيعد كحد اقصى في السيف عشرين يوم وكحد اقصى في الشتاء ستة وعشرين يوم. طبعا بترجع لدرجة الحرارة او المكان اللي تفراب فيه ودرجة الرطوبة اللي موجودة عندك في المكان بتاعك. طيب بالنسبة للزغليل بتاعته. مرحلة الفطام بتتم بعد ايه? المرحلة الفطام كالرقم الافتراضي بتتم من خمسة وتلاتين يوم لحد اربعة وتلاتين يوم وبرضو بترجع للتغذية بتاعتك. يعني اهم حاجة ان هي بترجع للتغذية بتاعتك. انت ممكن بس ان تكون بتاكل حاجة كويسة وممكن ان انت مكونش مهتمة بتطير وبتحط حبوب بس. طبعا الحاجات ده بتفرق جدا مع الطير ازا كان معزة غليل او معز غليل او بتشجعه عالشغل او بتشجعوش عالشغل. طيب بيأكل ايه طقر الرز? يعني طقر الرز بيأكل ايه? طقر الرز يعني يعني عنيف جدا في اكله. ان هو ممكن يأكل اي حاجة موجودة في القفص. ان هو ممكن مسلا يغط الاكلات. اه یغط مسلا الخشب ارقط الوقافات. ما بيصيبش حاجة غير ان هو مسلا يعرض ده او في قلب القفص اللي هو موجود فيه. طيب الخلطة الاساسية اللي بتكون موجودة قدام 24 ساعة لها خلطة الحبوب اللي هي بتكون ازا كانت دينيبة او فلارس او بلقم وبرضو بياكل لب بس انا ما بحبش اقدم للطيور بتاعت لب لان اللب بيكون لي مشاكل كتير للطيور فانا هطلع وهتكلم عن اللب في حلقة تانية باذن الله تعالى واعرفكم مشاكله واعرفكم يعني اضراره ومشاكله والكلام ده وكله ومميازاته واعرفكم بتقدم ازاي بس الكلام ده هيكون في حلقة تانية باذن الله تعالى احنا كده عرفنا الخلطة بتاعت الحبوب لاي بيكون موجودة قدام طير والرز اللي هي الخلطة الاساسية اللي بيكون موجودة 24 ساعة لها الدينيبة والفلارس والبلقم دياب بيكون موجودة قدام الطيور على طول طيب بيأكل حاجة تانية اه طبعا بيأكل حاجة تانية النواة بيأكل خضرة موجودة اي حاجة عندك خضرة في التلاجة ممكن ان هو يأكلها اه معاك بإذن الله في فكهة في فكهة بيأكل بيأكل بقصمات مفيش اي مشكلة لحاجات دي كلها بيتاكل لحاجات دي بتتقدم لكل طيور في طيور مقام بيكونش بتاكل لحاجات ديها حسب التعوض اللي هم متعوضينه يعني بترجع لحسب التعوض اللي هم متعوضينه بس انت لازم تعوض طيورك على حاجة ذي ديت عشان لحاجات ديها تبقى مفيدة جدا الانتاج والفكرة جدا للزغليل بالنسبة للبيض بقص سوان بيتقدم كل يوم في مرحلة لو يكون معز غليل لان ده بتسهل عليك يعني بيتقلل وقت الفطان بمعنى يعني مثلا بدلا ان هو يتفتم في عمر الخمسة وتلاتين يوم او الاربعين يوم لا ممكن يتفتم في عمر التلاتين يوم. اه طائر الرز او الفشر هل ينفع كتجارة? ده تسأيل دوت مهم جدا. طائر الرز او الفشر ينفع ان هو كتجارة. لان فيه حاجات انها معدية لالف جنيه. يعني فيه اصوص او ازواج معدية لالف جنيه زي الاوبلاين اورانش والاوبلاين ريد وزي الالبينو. الحاجات دي تنفع كتجارة. طيب الحاجة اللي هي الممكن اقل شوائزة الفشر. الفشر بيكون اقل في السعر من الرز. اه سعر ممكن اتروح مسلا ما بين الميتين وخمسين لحد خمسمائة جنيه كحد اقصى. بالنسبة للرز اللاتيني. الرز اللاتيني في حدود الخمسمائة جنيه خمسمائة وخمسين جنيه او ربعمائة جنيه. على حسب طبعا الطول والصحة والحجم والحاجات دي كلها تفرق طبعا. طبعا كتجارة ان هي كتجارة مرباحة جدا. ينفع معك كتجارة مفيش اي مشكلة. اه بالنسبة مسلا لو انت جيبته مسلا في البيت عندك كازينة اللي بتحطه مسلا في البلقونة وتحطه ان هو مسلا نعمل حس او البيت والكلام له كله. عادي مفيش مشكلة. هينفع معك في كل الحلاب. بس طبعا حرام اللي انت تجيب مسلا كقص البينة او 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 فحرام اللي انت تجيب حاجة زيادية وتحطها عندك في قلب البيت. لا طبعا هو عمتا كله شكل واحد بس بترجع للتفارات. في تفارات بيكون غالية شوية عشان خاطر اللي انت بتستخدمها للتجارة او بتستخدمها للربح بمعنى اصح. انما انحنا بنجيب مسلا حاجة الاقل عشان خاطر اللي حنستخدمها في قلب. البيت عندنا مسلا انها تعمل حس البيت انها تدي منظر للبيت. في كل حاجة وليها وضعها. طبعا طيور الرز او اقول لحضراتكم طيور جميلة جدا جدا جدا. واشكلها جميل من الطيور اللي انا حبتها بمعنى صح. يعني طيور جميلة. بس يا مشكلتة بس في الصوت. مشكلتة ان هي مسلا ان هي مفيش مسلا وانس نابت والناس مسلا الشخص اللي هي معالي انها على طول موجودة في العش. بس لو انت حابب مسلا انت تستمتع بيهم هتجيب زغاليل وتأكلها يدوي. زغاليل قبل متفتم وتأكلها يدوي بازن الله تعالى. فهقوم معك كويسة مفيش اي مشكلة. ويعني يا ريت تكون الكل استفاد من الفيديو بالتوفيق جدا لجميع. وشكرا جدا للاستماح حضراتكم. السلام عليكم.